سيد نبيل قرارات محكمة التمييز قرارات غير مسبوقة هكذا وصفت ولربما أربكت إلى حد ما المشهد السياسي والقانوني نتحدث فيما يتعلق بالقرار المتعلق على وجه التحديد برئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وبالرغم من إنهائه للتكاهدات لما بعد هذا المشهد بقوله بأنه لا عودة للبرلمان في هذه الدورة ما هي سيناريوهات المطروحة بعد ذلك؟ شكرا جزيلا يعني هي سابقة تحصل لأول مرة أعتقد من 2006 إلى يومنا هكذا تتضارب قرارات التمييز الاتحادية مع محكمة الدستور وهي الاتحادية وهذه لم تحصل وهي باعتبار زلزال قضائي اليوم حصل بأنه اليوم محكمة التمييز تنقض القرار وبالتالي تقول بأنه هذه الأمور هي غير أو ليست من صلاحية المحكمة الاتحادية يعني أن اليوم هناك كثير من الأمور يمكن أن تحصل خصوصا أن هناك من يعني تعرض إلى أذى على سبيل المثال من تلك القرارات يعني كما يعتقد هو وبالتالي يمكن أن يلجأ للقضاء أو للتمييز قضية السيد الحلبوسي كان واضحا جدا اليوم في بيانه بأنه غير مستعد على العودة إلى مجلس النواب الحالي حينما يقول الحالي يعني نحن كقارئين كباحثين يعني نعرف أو نحلل بأنه يمكن أن يكون لديه طموح سياسي وهذا يعني كفله القانون والدستور إذا ما كان هناك طعنا من خلاله للمحكمة التمييز وديرت الاعتبار الذي حصل معه لذلك أنا أعتقد جملة أمور يمكن أن ستحصل خلال الفترة القليلة القادمة خصوصا بعد قرار محكمة التمييز الاتحادية ترجمة نانسي قنقر